في وقت حكم مملكة شينجو في عزها كده سيطرت على جوسون فحكمها علشان يوجبوا مع المملكة ضحوا بشعبهم كدروع بشرية في المعركة وفعلا كانوا بيموتوا واحد وردتاني وعيال زي الفل منهم بطلنا الأمر اللي كان هاموا في المعركة ينقض جيون صاحبه واللي بيعتبروا أخو الصغير استمروا هما الاتنين في المعركة بس فجأة لقوا ايد بتسحبهم وتلع راجل كوري قال لهم ازاي ينجب حياتهم في المعركة دي خلاهم يعملوا ايه بقى الناصح يغرقوا نفسهم بدم القتلة ويرشقوا في جسمهم أسهم مع رفع شعار اعمل نفسك ميت والمفاجأ ان طارته دي نكحت وانتهت الحرب بفوز مملكة شينجا أخيرا وقتها البطل رمعين وكده لقى اتنين مسؤولين جايين يتمختروا على جسس ضحايا جوسون وعرف من الراجل الناصح ان واحد منهم حاكم مقاطعة في جسس أصلا وبيبيع شعبه للمملكة وحرفيا هو السبب في الوضع ده فالبطل فضل متنح له كده شوية لحد ما فاء على صوت الراجل بيقول له طب واحنا هنعمل ايه يعني ايه الخطوة الجاية يعني فالبطل رح قيل له ودي فيها كلام يلا بينا على المقاطعات كلها انا قلت من سقطه هيطلع مثلا فاهم في التجارة ولا حاجة طلع شاطر في التجارة فعلا ولكن من نوع اخر نصطوب يعني وبدأوا رحلتهم في الاحتيال على الناس انهم مثلا يبعو لهم فرخة بلدي على انها طائر من سلالة قوية جدا وندرة جدا والنس بتدفع عادي وهو بلى قوي وخد عندك بقى حاجات من كده كتير لدرجة ان قصر الملك مسلمش منه الواد رح على القصر وسرق الدهب اللي هناك ويا فكيك بس كان هيتقفش ولكن اتنكر وليب ازاي الملك بالزبط والبجح بقى يزعق في الخدم اللي جايين يخدموه على اساس يعني ان هو الملك ولكن مفيش فايدة فضله لازقله برضو لحد ما زهق ودخل اول قوضة لقاها في وشه وابن الفقرية احييه على حزن اختيرات ولان القوضة دي طلعت حمام الملك اصلا وهو كان بيستحمى فيه حاجة كده كمة الرعب الواد خط بعضه وهرب وعرف فعلا يفلت منهم وطبعا جريمته دي سببت هرجالة كتير في القصر فجات الشرطة والقائد بتاعهم قاعد يشرح لهم هو مين الولد ده واصله ايه وطلع مشهور قوي ولقبه سيدة الكذب ودايما بيساعده راجل قصير وقاعد يحكي لهم على جرائمهم ان لماشاء الله سجل مشرف فحين ان الدنيا مقلوبة ان صابه جماعته مزقطتين وهو خاربها شربه حاجة برضو ايه تشرف قوي وكمل احتفالاته مع جماعته صحبه في العمليات الراجل للنصح القسير ووحدة كده بتدعي ان هي شمان بس هي عادي يعني ما بتفهمش حاجة اما التالت هو الولد الكيوت اللي هربان من كيجيتو ده بس فجأة لقوه بيدخل عليه ومتعوروا بينهج من الجري وبيقول لهم قوات الشرطة ورايا اهربوا بسرعة خافوا قوي ولسه هيرابوا طلع مقلب من الكيوتة ده وعامل كده علشان يكنعهم يشغلوا معهم بقى فاقتنعوا وبدأوا فعلا يشغلوا ويعلموا كويس ازاي يتصرف لحد ما عرف النصاب ان فيه مادة بتتباع في السوق بسعر غالي قوي وده بسبب ان شخص واحد بس اللي بينتجها في السوق كله وهو مسئول كبير وعنده مخزن خاص محروس من عدد عملاق من الجنود وشكلهم كده مش هيعرفوا يدخلوا المكان ده ده كان رأي راجل الناصح اما النصاب فكان عاي الكاريزمة كده وواصق ان هم هينجحوا وبدأت الخطة بس يوم التنفيذ بعتوا لواد الكيوت مشوار للسوق وجاري البطل مع الراجل الناصح على المخزن بسرعة ودخلوا بورقة مخطومة كده كانوا خدوها هبل من المسؤول من غير ما ياخد باله ودخلوا على الجنود على اساس ان هم تجار وخدوا كل البضاعة وجاريوا بيها على مكان واحد هيصرفها لهم في الوقت ده الكيوت اكتشف ان هم ضحكوا عليه وسيبين له فلوس علشان يبدأ حياة جديدة فطبعا ما وافقش وجاري هو كمان على نفس محل الراجل اللي هيصرف البضاعة ولكن ولا لقى الراجل ولا لقى صحابه بس لقى مين؟ التاجر صاحب البضاعة اصلا وجمعته ونفى خدرب علشان الحارس من ظهر الواد افتكر ان هو النصاب في حين ان النصاب اصلا وصاحبه رحوا على البضاعة واكتشفوا ان الراجل دبعهم اساسا للشرطة وجدت قبض عليهم فابن المجنونة رح مولع في البضاعة كلها وقدروا يهربوا ولكن اللي وقفهم ان هم شايفوا صاحبهم المضروب متكتف وكمان جي رئيس المقاطعة وطلع هو صاحب المغزن الحقيقي فسأل الولد هو فعلا يا ابن انت سيد الكذب اللي اخدت بضعتي رح اقيل له اه انا مش بين علي ولا ايه فرح اقيل له لا والله بينك عبيت وكيوت عاديان بس امر بقات له ورح اقيل لمساعده ان الودا كذاب ومش هو النصاب الحقيقي اصلا بس للأسف يعني اللي كانوا شافوا موته لايف صحابه وتقهروا عليه عياته وحزنه واحنا كمان معاهم ومن راكي ان شانيول ما يعودش معاش يومين كتير لانه واضح ان هو بيدي له خبراته في الموت اتحصروا على الولد كتير بس ده دفعهم ان هم يخططوا للانتأمن المسئول فاختفى النصاب شهور ورجع من تاني كراجل نبيل وخادمه هو صاحبه الناصح وبدأوا خطتهم ان هم يروحوا على بيت الجيسنج علشان الود سمع بوجود بنت جميلة قوي فحابب يشوفها طبعا ما كانش مسموح يعني ولكنه كتب جواب للمنت دوخها كده زي ما احنا كلنا بيخين دخل الود دماغها الصراحة زي ما داخل دماغي بالزبط فخرجت تشوفه وانبهر بجمالها ولكن ملحقش يكلمها لان المسئول اياه اللي هو الواطي ده جاء وتقتلع هو عارف البنت اصلا وبيحاول ان هو يمرانها على الخدمة والحاجات الليلة الادب علشان لما تروح لوليه عهد مملكة شينج يعني راجل دك ما في الكزورة مش بيبيع بس الناس لا ده كمان بيبيع ستات النصاب بقى حبيبنا كمل خطته واللي كانت ان صاحبه يقعد عن نهر يحفر فيه ويقعد كده ينقي ايه التراب اللي فيه فيبقاله دهب سبحان الله فمعنى كده ان فيه دهب موجود في قاع النهر اللي شافوه بقى مين خدم المسئول الواطي فاستغربه قوي وقودوا عليه والمسئول ما بقاش مصدق ازاي فيه دهب بقاع النهر فحقق معايا قالوا علم علمك ياخوة ما عرفش والله ده اللي مالكني سيدي يعني امرني ان انا اعود هنا وخلاص وفجأة طلع الواد من وراءهم وقال لهم انتم ملكوا بيه ده واحد بيشغل عندي يعني انتم ملكوا في ايه وبعدين ده النهر بتاعي والراجل بتاعي عايزيني مني فاستغربوا كلمة ان النهر بتاعي دي فراحكي لهم ان زمان وقت الحرب الجنود كان لازم تعدي من النهر اللي ضفه التانية علشان تنتصر ولكن مش هيعرفوا ينزلوا في الماية ففجأة جوم الشعب على مراكب خشب وعملوا لهم طريق يعدوهم وكده حققوا النصر فبعد الانتصار الملك كافئ جده وادالوا النهر كهدية وبقى ملكه فسمع قصته وامر جنوده ويتأكدوا من الهبد ده لانه مش مصدق مع ان الاوراق في القصر وفي مكان مش اي حد يدخلوا يعني ولكن الجنود المسؤول قدروا يدخلوا وكمان يتأكدوا من صحة الكلام وطولة حقيقة سبحان الله فبرضو المسؤول الواطي كان عنده شك فجاب غواصين افضل غواصين في البلد علشان ينزلوا في النهر ويتأكدوا ان فيه دهب فطبعا ده خبر منايل بستين نيلة لانه فيش دهب اصلا فالراجل الناصح لما عارف الحوار ده جاري على النصاب بتاعنا علشان ينقذ الوضع لان النهر طبعا زي ما قلت لكم ما فيهوش دهب ولا حاجة بس هما لسه معاهم سبيك الدهب ده اغدغوها وجري الراجل يحطها في النهر فلاقاها الغطاصين وبكده المسؤول ساعتها انشكح قوي ان هو اكرر ايه خلاص بقى انا لازم اشتري النهر ده واحفر فيه واخد الدهب لنفسي فعرض رقم كبير قوي على الواد النصاب ومعرفش يعاني ان الواد ده هو هو النصاب اللي بيدور عليه اصلا واللي بسببه دفع غرامة كتير للمملكة وفي الوقت ده النصاب راح قدام عربية البنت الحلوة علشان يبين للناس انها بيحبها وميت عليها اما صاحبه راح على الراجل صاحب المحل اللي باعهم زمان وقال له بقولك ايه بيعنا تاني يلا فالراجل ما صدقش بس طلع بجد عايزه يخنهم تاني فراح الراجل ده وقال له رئيس مركز الشرطة وقال له ان النصاب سيدة الكذب هينصب على المسؤول الواطي في فلوس كتير قوي فالملك فرح وقال اخيرا بقى هاتخلص من المسؤول بس هو ازاي هينصب عليه فراح الشرطة راح قيل له هيبيع له النهر يا فندم اللي فقعه دهب اول ما قال له دهب الملك عينيه اللي معت واللي هو في ايه فقير انت ملك حتى مالك في الوقت ده بقى راح الواطي للنصاب وعرض عليه مبلغ كبير جدا مقابل النهر ولسه الواط بيمدي ايده على الفلوس لأ الواطي بيقول له استنى بس كده مستعجل ليه تسمع يلا عن سيدة الكذب فقال له مين مين مش سمعت من ديجين مش فاهم فقال له دوايت كده نصب عليا ولقيت ست عارفة شكله وفجأة جاب صاحبتهم اللي بتتظاهر ان هي شمان وسألها وقال لها شوري على سيدة الكذب لو موجود هنا فترددت والعيال خافوا فهددها بالسيف بس فجأة جات قوات الشرطة والست رحت مشوري على القائد بتاعهم انها وسيدة الكذب فقوات الواطي جريت عليه وحرفيا المشهد كان كوميدي جدا انهم استغرب هو ازاي بيقولوا عليه ان هو سيدة الكذب اصلا وفي ثانيتها طلع النصاب مسدسه اللي اشتراهوله صاحبه زمان وضرب طلقة في الهوى يخوفهم كمان واعترف قدام المسؤول انه هو النصاب اصلا وجاري بصاحبه والست وخده اقرب مركبه يا فكيك في النار بس وراهم طبعا البردين التانيين فضرب عليهم طلقة كمان علشان يدمر ايه مركبتهم ويغرقوا بس تردت لهم ولبسوا في صخرة دمرتهم وتراموا كلهم في المية ولما فاء لقى نفسه على شرطة وحيده قدامه المسؤول وقواته والراجل الواطي هاتك يا ضرب فيه ولسه هيدربوا بالنار باخر وصاصة في المسدس لقى الملك بقواته جايين عليه ومش بس كده ده الملك كمان امروا بتسليم ملكية النهر ليه وان الدهب ده كله هيكون لخزانة الدولة فرح اقيل له وانا مخطومة على قفاءة يعني ولا ايه لا طبعا مش هعمل كده ووجه المسدس ضده واعلن الخيانة خلاص فبساعتها قام النصاب ووقف قدام الملك يحميه واستفز بكل قوة الراجل ان هو يضرب عليه رح ضرب فعلا ولكن بقدرة قادر اتردت له الرصاصة في وشه وطلعت حركة مقصودة من الواد عاملها وكمان هو اللقيل للملك يجي اصلا لانه متفق معاه من بدري على الخطة دي والملك ساعده كمان يبايد ان النهر ملكه اجدده فعلا وده طبعا هبل وافتكاسة منه والمفاجأة بقى ان الدهب ده مش دهب ده حجر ومسبوخ كده بمادة هو عاملها اصلا فصباح الفل يعني قدر يضحك عليهم كلهم وهو قاعد بقى يشرح له ازاي يغفله رح اقيل له كنت عايز النهر مش كده وانا هديهولك يا بيبي وخلى الملك والكل يمشي وهو بالميا اللي مخزنها الخزان اللي بناه اصلا الولد النصاب طلعت منه بسبب انه هو فجاره وجاي باندفاع عليهم هما الاتنين وده كان انتقامه من الراجل ده على كل قذاراته وجات المياه رح يتشيله على طول اما النصاب فجي صاحبه وشده يحميه من شدة المياه وبكده يكونه نجحه بالقضاء على الطاغية اللي كان مدمر البلد ومضحي بولدها وبعد الليلة كبيرة دي الملك عرض على النصاب يكون مسؤول في الدولة بالذات يعني انه هو نجح يعني في الاختبار بقى وواحده ذاكي وكده فرح يقول له لا والله مش عايز انا ما بحبش الوظيف اللي هي الرسمية وجودة رح يقول له خلاص هخليك كده في الخباسة كده موظف بس في الخباسة يعني حاجة غير رسمية رح يقول له ماشي فقال له وانت لسه هتنصب بقى عن ناس وكده ولا بطلت قال له اعيب عليك تعرف عني كده وسادق بعدها بثمت وثانية لقينا واخد واحد اهطل كده وبيقول له ده الاميرة اللي مدوخة كل الملوك مستنية في الخيمة دي وبتتفتح الخيمة وبيعرفوا على ابو الاميرة الا وهو الناصح وام الاميرة الست صاحبتهم اصلا والاميرة مين هي البت المزة وبكده نعرف ان اللي في ده ما بيغيروش والافلام دي يا جماعة بتطلع روح النصبة اللي جوايا بجد حد هنا احنا خلصنا الفيديو بتاعنا ما تنسوش لو عجبكو الفيديو دوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة اللي هو اشترك يعني وتفعلوا جرس الاشعارات ولو عندكو تيك توك تابعوني عليه وكمن تابعوني على الانستغرام باي